السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا ومرحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع عن نفس ودرس جديد بذن الله في مادتنا خبرة تعليمية جديدة في مادة التربية البدنية لكن قبلها رح ناخد مراجعة بسيطة على درسنا في الحصة الماضية رح نتعرف بذن الله على مثل ما قلنا درس الماضي والجري الصحيح رح ناخد مراجعة بسيطة وبعدها بذن الله ننتقل إلى تمارين اليوم تمارين اللحمة وبعدها نتعرف على مهارتنا اليوم ودرسنا الجديد بذن الله وأخيراً سنأخذ مراجعة بسيطة على درسنا اليوم ننتقل مع بيضاً الآن إلى درسنا في الحصة الماضية تكلمنا عن الجاري الصحيح وتكلمنا في البداية عن أن الجاري يتكون من مراحل متصلة والتي تتصف بما يلي واحد مرحلة الارتكاز وأيضاً مرحلة الطيران وأيضاً مرحلة حركة الذراعين في البداية تكلمنا عن مرحلة الارتكاز يسمى عندنا انقسم إلى قسمين الارتكاز الأمامي وتكون فيه قدم الارتكاز أمام مركز ثقل الجسم تكون القدم بشكل أمامي أمام الجسم والظهر وأيضاً تبدأ عند وضع القدم على الأرض إلى أن يصل مركز ثقل الجسم في وضع عمودي تبدأ في وضع القدم على الأرض حتى تصبح القدم عمودي على الجسم وبعدها ننتقل إلى الجسم الثاني ويسمى الارتكاز الخلفي وتكون فيه قدم ارتكاز خلف مركز ثقل الجسم الظهر والرأس وتبدأ بعد مرور مركز ثقل الجسم من الوضع المتعامد هذا الوضع المتعامد الآن بعد الانتهام ننتقل على طول إلى الجسم الثاني وهو يسمى الارتكاز الخلفي يكون فيها يقول الجسم من الوضع المتعامد مع القدم إلى أن تترك القدم الأرض وينتهي هذا الوضع إلى أن تترك القدم الأرض ثانياً مرحلة الطيران مثل ما قلنا يشبه الجري المشي من ناحية خطوات وعركة الرجلين والذراعين وليكنه يختلف عن المشي في أنه يتضمن لحظة طيران قصيرة للجسم أثناء كل خطوة حيث تكون قاعدة ارتكاز الجسم غير ملامسة للأرض وتكون لحظة طيران واضحة ويمكن لحظة الحضر الآن صورة أمامكم يكون في لحظة طيران للطالب أو اللاعب أثناء الجري بين الارتكاز والارتكاز الآخر وأيضاً ثالثاً مرحلة حركة الذراعين تكون في هذه المرحلة حركة الذراعين خلال الجري في تبادل عكسي ومخصوص في تبادل عكسي مثل ما ذكرنا نحن يكون عكس الآن الذراع المتقدمة هي اليسرى يكون القدم اليمين إلى الأمام وهذا يسمى تبادل عكس مع رجلين مثل الارتخال الذي يعقب الانقباض أثناء لحظة الارتكاز وهذا الآن أيضاً موقع توضيحي للجري لاحظنا الآن ارتكاز القدم ولحظة الطيران والحركة التبادلية بين الذراعين والقدمين لاحظنا مرة أخرى حركة تبادلية بين الذراعين والقدمين وارتكاز الجسم من قدم إلى قدم أخرى ويكون النظر دائماً نحرص يكون إلى الأمام وأيضاً بعض اللحظة تكون إلى الأسفل بشكل بسيط والآن ننتقل إلى تمريننا اليوم نبيل الجميع الآن يكونوا واقف وجاهز الجميع يكونوا الآن واقف ولابس زير رياضي المناسب واختاروا المكان من المناسب وعندنا الآن تمرين الأول المشي بالمكان بسرعة خفيفة وبعدنا ننتقل إلى سرعة متوسطة أيضاً في المكان الجميع واقف الوقوف الصحيح ضار مستقيم مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشر ستمن ومتزل الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشر استمر رجل الأخيرة واحد اثنين ثلاثة توزيب حركة تبادي مثل ما تعلمنا نحن في مهارة الجاري أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين ثاني وقوف تكون للجانب تكون الذراعين إلى الأمام والأعلى ورجع القدم إلى الخلف ثم إلى الأمام ولم سورك ورجوع إلى وضع البداية جميع جاهز مع بعض تمرين ابتد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبطال ستة سبعة تمانية تسعة عشر استمر الجول الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة أخير عشرة قف بعدها وقوف وقوف صحيح والدراعين تكون للجانب تكون تقيم زاوية تسعين درجة من تكون الأسفل ولا أيضا تكون إلى الأعلى بعدين يكون من الجدر بتاقي البسيط جهة اليمين ثم رجوع وضع البداية ثم إلى الجهة الأخرى الجميع جاهز مع بعض تمرين ابتد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمروا ابتدائهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة امتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض المكان أخذ شهيق وزفير بشكل بسيط مع بعض ريح بالمكان أبطال مرة ثانية خير تزين أبطال ننتقل الآن إلى درسنا اليوم اليوم بذن الله رح نتكلم عن حركة الذراع من مفصل الكتف بشكل صحيح في البداية تضمن تحريك الذراع من مفصل الكتف إلى مدى الحركة عددا من الاتجاهات عندنا في البداية عندنا ممكن نحركها إلى الأمام لنضح أمامكو الآن نحرك الذراعين إلى الأمام وأيضا إلى الخلف تحريك الذراع أيضا إلى الخلف وأيضا ممكن تحريكها إلى الأعلى وأيضا تحريكها للأسفل تكون للجانب وأيضا ممكن تكون للجانبين لليمين أو لليسر أيضا من وضع الوقوف حركة الذراع من مفصل الكتف في البداية من الوقوف الصحيح يكون الوقوف بشكل صحيح في ظهر المستقيم والرأس أيضا من نظر يكون إلى الأمام بحيث يتم رفع الذراعين جانبا أو أماما أو خلفا أو أعلى أو أسفل من ما ذكرنا قبل شوي وأيضا يتم تحريك الذراعين وهم على كامل امتداد من اللحظة الآن في الصورة الأمامكم يكون بكامل امتدادهما من مفصل الكتف هذا الآن مقصود هنا في مفصل الكتف يكون الذراع بكامل امتداده وليس فيها انثناء وأيضا يمكن أن يكون تحريك الذراعين في اتجاه واحد أو اتجاهات مختلفة وممكن يكون في اتجاه يكون متعاكس أو يكون جميعها باتجاه متشابه للأمام أو للأعلى أو يكون للجانب وأيضا يكون ممكن بحركة بطيئة أو يكون بحركة سريعة ممكن تحريك الذراعين الأعلى بحركة بطيئة أو ممكن يكون بحركة سريعة تنتقل الآن لمراجعة بسيطة على درسنا اليوم صح أو خطى العبارة يمكن أن يكون تحريك الذراعين في اتجاه واحد فقط هل هذه العبارة صحيحة؟ أم خاطئة؟ هل ممكن تحريك الذراعين في اتجاه واحد فقط؟ ممتازين أبطال خاطئة والصحيح يكون في اتجاه واحد أو يكون في اتجاهات مختلفة كذا حبابي يصير تعرفنا على درسنا اليوم لتحريك الذراعين للأمام أو للخلف أو حتى للجانب بكل بسيط حصو القادم بدل الله راح ناخذها بتفصيل أكبر بدل الله وراح نمارسها مع بعض وتعرف على بعض الرياضات اللي ممكن نمارس فيها هذه المهارة إن شاء الجميع استفاد يعطيكم العافية جميع يحسن نصاتكم ومستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته